اشتركوا في القناة السنين اللي فاتت ان احنا هنحاول برضو ننتظم وننزل حلقة كل يوم او يوم بيوم ما عرفش هعمل ده ازاي بس هحاول على قد ما اقدر ان انا كل يوم مع مسلسلات رمضان وانا بتفرج هحاول على قد ما اقدر ان انا احاول ان انا نزل فيديو كل يوم ما اتكلم عن اي حاجة اتكلم على مراجعة فيلم او اعمل استفلا لاي حاجة نزلت احنا ما عملنا هاش الفترة اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا فده غير طبعا ان احنا هنرجع تاني ان شاء الله باذن الله لمحبين الالعاب الرعب على هومالون فحسب لكم الانكس في الديسكريبشن لو حبيتوا تتفرجوا ان شاء الله باذن الله برضو هومالون هحاول على قد ما اقدر ان احنا هنعمل هومالون في رمضان الموضوع يبقى صعب شوية مع الفرجة ومع المونتاج ومع نزول الحلقات بس هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشتغل اكتر الفترة اللي جاية ونكسف فيديوهات فاحنا قلنا نستغل الموضوع وفيه تريلرز بتنزل فاقولنا نعمل تريلر ري اكشن وننزل حتى في رمضان مع الفرجة فعندنا اول تريلر النهاردة ان احنا نرجع نعمله تريلر ري اكشن هو فيلم اسمه The Strangers وهو فيلم رعب The Strangers Chapter One واللي انا عرفته ان فيلم The Strangers حينزله تريلوجي حيتعمله جزء اول وجزء تاني وجزء تالت في حين ان اصلا هو يعتبر يعني نقدر نقول هو للجزء القديم لان هو بالفعل كان نزله جزءين من زمان يعني كان نزل فيلم The Strangers ده اصلا كانت عمله فيلم سنة 2008 كان بتعليف طايلر واتعمله جزء تاني بعد كده في 2018 بس ما كانش يعني ما كانش اقدي كده بصراحة الجزء التاني الجزء التاني ما كانش فيه ليف طايلر كان فيه ممسلين تانين خالص بس الجزء التاني ما كانش حلو يعني الجزء الاولاني هو اللي كان حلو رجعنا تاني فيه عام 2024 بريبوت للسلسلة وعندنا The Strangers الجزء الاولاني وهو هيكون من اخراج راني هارلين وراني هارلين ده ما اخرجش اي حاجة قبل كده حاجة عليها الايمة يعني اعتبر من الحاجات الحاجة الوحيدة المعروفة الى حد ما ان هو اخرجها هو فيلم اسمه ديب واتر يعني هيخرج هو التريلوجي بتاعتنا يعني هو اللي هيخرج التريلوجي بتاعت فيلم The Strangers وانا كنت انا حبيت بصراحة The Strangers الجزء الاولاني اللي هو بتاع 2008 وحسيت ان هو كان ممكن لا كفيلم ممكن يجي منه اجزاء اكتر بكتير بس بصراحة السلسلة خيشت جدا 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 كنت اتوقع ان هو كان ممكن يعمله حاجة احسن من كده بكتير يعني فانا طبعا كالعادة مشوفش التريلر ولا مرة هشوفه معك دلوقتي الاول مرة فيلم The Strangers فيلم رعب هينزل فيه السينمات تقريبا في الشهر ده او الشهر اللي بعده تقريبا يعني فيلا بينا نشوف التريلر موسيقى 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 هو ريبوت ريبوت يعني بس يعني ريبوت على ابوه يعني لمواغزة يعني ده ريبوت ريبوت يعني ده حتى هو مبدئين الفيلم يعني حرفيا هو شبه الفيلم الاولاني بالزبط بتعليف طايلر بتعليفينه تبانية حرفيا هو هو بنفس المشاهد واسمه ايه ده التريلر حرفيا هو هو يعني انتم اللي دخلتوا تفرقتوا على التريلر بتاع الجزء الاولاني بتاع استرينجرز بتاع الفينه تمانية هو هو نفس بتريلر حرفيا بالزبط معرفش لا nghiه بالسلام يعني مش متفائل بالفيلم يعني بس يعني حاسenc اتمنى ان نصنع الفيلم يفجئونا شوية فيه الجزء اللي حينزل ده الجزء الاولاني او الريبوت اللي حيتعمل ده لان هم قالوا ان هو هيبقى ساجة او هو هيبقى ثلاث اجزاء حيبقى تريلوجي بس الله اعلم بقى سواء الجزء التاني او الجزء التالت الابطال بتوعنا اللي معانا في الفيلم دول هبقى مكملين معانا ولا لأ انا عن نفسي الابطال بتوعنا بتوع الفيلم انا مش شفتهمش بصراحة في اي حاجة تانية يعني سواء البنت او الولد معرفهمش دول ممثلين جودات خالص بس معرفش ليه بس انا كنت افضل يعني صراحة كنت افضل بصراحة ليف تايلر يعني كنت افضل ليف تايلر بكتير افضل من الشخصية دي والكاركتر نفسه برضو الولد حسه يعني مش احسن حاجة انا انا ممحبين الرعب جدا بس معرفش ليه بس نسبة ترقبي للفيلم ده هو اربعة من عشرة ومش اكتر من كده لان انا مش متفائل يعني انا مش متفائل لان انا كنت اتوقع تكون حاجة اقوى من كده بكتير خصوصا ان انا بن وجهة نظري قبل حتى ما هشوف الفيلم يعني حاسس ان الجزء الاولاني بتاع 28 حيبقى اقوى كده اكتر اقوى من ده بكتير يعني بس انا اوبر اول من التريلر مش محسوط يعني وخصوصا هو اوفيشال تريلر مش تيزر فهو عمتا الفيلم حيتعرض في مايو عندنا الافلام هتبدأ بقى تنتعش شوية في مارس وفي مايو في الشهور اللي بعد كده طبعا انتم عارفين دايما في اخر السنة دايما الافلام بتبغى اقوى واقوى فبس اوبر اول انا مش مببسطش من التريلر كنت متوقع ان انا اشوف حاجة اقوى من كده كنت متوقع اشوف حاجة جور شوية اكتر من كده لان الجزء الاولين كان جور على فكرة مقارنة من الفيلم ده وبس دي كانت حلقتنا تماما الحلقة عجبتكم ان شاء الله شوكم في الداية تانية قريب ما تصوش تعملوا سابسكرايب ولايك وشير لو هل حلقة عجبتكم ومسوش برو تعملوا سبسكيبي للشانل زيتان يسمى هومالون وتيك تو حاسب لكم اللينك في الديسكريبشن راحبين تعملوا الفولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستجرام برضو حاسب لكم اللينك في الديسكريبشن وباي واي